بسم الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهلون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد هثيم عتل بعد ذلك زنيم أم كان ذا مال وبليم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادى المصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتداومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا غاغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بارغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لهم سلهم أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أم لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغير فهم يكتبون أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعنة من ربه لنبذ بالعراء وهو مثموم فاجتناه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ترجمة نانسي قنقر